سأعود إلى زميلي عصام عكري ماوي من فريق مرسل بي بي سي عصام أنت تتابع طبعا التطورات الميدانية قائمة الجنود العسكريين الذين قتلوا تشمل أثنين أعتقد من كبار قادة فرق نخبة معروفة نحال فرقة نحال وأيضا لست أدري إذا كان يتعلق الأمر بنفس المجموعة أخرى أو المجموعة النخبة تسمى بالشبح لكن عدد القتل ارتفع بشكل كبير يعني ارتفع إلى ضعفه تقريبا صحيح المصادر الإسرائيلي أعلم في صباح هذا اليوم المصادر الإسرائيلي تحدث عن أكثر من 600 قتيل حتى الآن وهذا الرقم مرشه للارتفاع كما أن عدد الجرحى في ارتفاع كبير لأنه تم العثور على جثث وأشخاص مصابون بجراح في مناطق عدة كان هناك حفل موسيقي في الهواء الطلق في الصحراء عندما تم الهجوم وكان هناك مئات الأشخاص الذين كانوا يحضرون هذا الحفل والذين فوجوا بالمثلحين الفلسطينيين يهاجبونهم من كل الاتجاهات حسب شهادات شهود عيان كانوا موجودون في هذا الحفل الموسيقي بالإضافة إلى اقتحام البلدات والكبوسات على طول الغلاف غزة لذلك هناك كثافة سكانية كبيرة في هذه المنطقة نوري يجب أن نذكر ذلك هذه الكثافة السكانية تفسر ربما عدد الإصابات المرتفعة جدا بالنسبة للإسرائيليين هذا رقم غير مسبوق أن يقتل أكثر من 600 شخص ويصاب أكثر من 2000 شخص بجراح في يوم واحد ربما لم يحدث إلا في أيام الحروب الكبيرة التي خاضتها إسرائيل في الماضي لكن لا مفر من التعامل السياسي في إسرائيل مع هذا الوضع مع هذه النتائج في نظرك لن يمكن البدء بأي شكل من أشكال المحاسبة السياسية قبل ما قال بن يمين نتنياهو وعملية استئصال القدرات العسكرية لحماس وللجهاد الإسلامي لكن هل يستطيع أن يبدأ ذلك على الفور؟ من الواضح أن إسرائيل لم تقوم بالهجوم الذي يطالب به الكثير من الإسرائيليين المصوطين للأحزاب اليمينية يريدون تدميرا شاملا لقطاع غزة وإقاع أكبر خسائر بحماس لكن كما قلنا في السابق من الواضح أن مسألة وجود رهائن أو سجناء إسرائيليين في قطاع غزة هي تشكل عام الردع في الوقت الحاضر لأنه قد يسقط هؤلاء في خلال ما تم تصعيد أيضا لا بد من الإشارة أن هناك ضغوط دولية وإقليمية على بنيمين نتنياهو في هذه المرحلة رغم البيانات المؤيدة لحق إسرائيل فيما يسمى بالدفاع عن نفسها التي صدرت بالأمس من واشنطن ولندن وباريس والاتحاد الأوروبي لكن هناك ضغوطات أن لا تخرج الأمور عن السيطرة خاصة ونحن رأينا مثلا مظاهرات في الأردن في المغرب هناك تعاطف كبير مع الفلسطينيين في العالم العربي وربما الأنظمة العربية نفسها لا تريد أن يتم تصعيد الوضع بحيث تصل الأمور إلى النقطة اللاعودة خاصة الدول التي أقامت علاقة ديبلوماسية كاملة والدول التي في معرض التفاوض على علاقات طبيعية طبعا أقصد هنا المملكة العربية السعودية ليس كذلك هل تتوقع الآن هناك مساعي مصرية هل تتوقع أي قدر من الاستجابة الإسرائيلية أو الإصغاء على الأقل لأي طروحات عربية إذا قلنا كيف يفكر بن يمين نتنياهو بن يمين نتنياهو الآن هو في مأزق لا بد الإشارة لذلك لأنه هو يتحمل المسؤولية الأساسية عن ما جرى هناك في الأعلام الإسرائيلي كلام عن إخفاق مخابراتي إخفاق عسكري إخفاق من الحكومة تحميله مسؤولية ما حدث هو يتهم أنه قسم المجتمع الإسرائيلي أدى إلى هذا الانقسام الواضح في المجتمع الإسرائيلي اللي رأينا خلال الأشهر العشر الماضي المظاهرات الأسبوعية على مسألة التعديلات القضائية لذلك هو يتحمل مسؤولية بعض الخبراء كانوا حذروا من تآكل قوة الردع الإسرائيلية بسبب هذه التظاهرات وانقسام المجتمع الإسرائيلي على نفسه سنلقل